أهلا بكم مشاهدين ولأننا لا نترك خبرا ولا جديد يمر مرار الكرام نفتح هذه التغطية الخاصة والمستمر من أكشن يوز لكل جديد في السودان مطالبات ومحاولات لصنع حكومة مناطقية ومحاصصة من شأنها أن تدخل السودان في نفق المحاصصة المظلم والذي لم تنقو منه دولا عدة حتى الآن ما سدع من الفريق أول عبدالفتاح البرهان تولي زمم الأمور فخرج بقرارات استثنائية كما وصفت استجابة لمطالب الشارع فلا غالب لإرادة الشعوب ولا خير من جيشها ضامن لتحقيقها وفي هذا الصدد أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان أكد أن المجلس التشريعي المقبل سيضم شبابا ممن شاركوا في الثورة مشيرا إلى أن استكمال هياكل الأجهزة القضائية سيتم في أقرب وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر